بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الأولى مفاهيم التكلفة لأغراض اتخاذ القرارات Cost Concepts for Decision Making مفاهيم التكلفة لأغراض اتخاذ القرار هناك 3 مفاهيم أساسية يجب أن يتم التعرف عليها جيدا قبل أن نقوم بدراسة مشكلة تحديد التكاليف الملأمة وهي التكاليف التفاضلية Differential Cost تكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost التكاليف الغارقة Sun Cost رقم 1 مفهوم التكاليف التفاضلية Differential Cost Concept لما نجد أن نعرف التكاليف التفاضلية هي مقدار التغير في التكاليف عند الانتقال من بديل لآخر أي هي أي تكلفة تكون موجودة في ضوء بديل معين وفي نفس الوقت تكون غير موجودة في ضوء بديل أو بداية أخرى وقد تكون زائدة Incremental Cost تكاليف زائدة أو تكاليف ناقصة Decremental Cost التكاليف الزائدة تشير إلى الزيادة في التكاليف عند الانتقال من بديل لآخر التكاليف الناقصة تشير إلى الانخفاض في التكاليف عند الانتقال من بديل لآخر ولذلك فإن مصطلح التكاليف التفاضلية له مفهوم أوسع يمكن أن يغطي كل من الحالتين زيادة أو انخفاض التكاليف عند الانتقال من بديل لآخر وهي تكاليف ملأمة يبقى التكاليف التفاضلية ديت تعتبر تكاليف ملأمة شكل التحليل التفاضلي لو أنا عندي موقفين الموقف الحالي التوزيع الخارجي والموقف المقترح الذي نريد أن نغيره لتلوه التوزيع المباشر ونرى التكاليف والإرادات التفاضلية الفرق بينهم لو أنا عندي شكل قيمة دخل أبدأ بأول بند إرادات في الموقف الحالي كتسبعمائة ألف المقترح تسبعمائة ألف يبقى لما نروح من الحالي للمقترح حيحصل فيه زيادة زيادة قدرها في الإرادات مئة ألف الفرق بين السبعمائة ألف والثمومائة ألف تكلفة البطاعة المباعة دي تكلفة متغيرة في الموقف الحالي تلتمائة وخمسين ألف في المقترح ربعمائة ألف يبقى برضو حصل فيها إيه؟ زيادة حصل فيها زيادة قدرها خمسمائة ألف تكلفة الإعلان دي تكلفة ثابتة كانت في الموقف الحالي تمانين ألف في المقترح خمسة واربين ألف يبقى هنا حصل فيها عند الانتقال من بديل آخر حصل فيها نقص نقص خمسة وثلاثين ألف عمولة البيع دي تكلفة متغيرة كانت في الموقف الحالي مش محتاجين صفر كانش فيه في المقترح بقت أربين ألف يبقى زادت من صفر الأربعين يبقى فيه زيادة كام؟ زيادة قدرها أربين ألف إهلاك مباني دي تكلفة ثابتة كانت في الموقف الحالي خمسين ألف زادت في المقترح إلى تمانين ألف يبقى مقدار الزيادة الفرع بينهم تلاتين ألف تكلف ثابتة أخرى زي الإعلان ستين ألف ما تغيرتش عن ستين ألف عشان كده ما فيش تكلف ملأم هنا لم تظهر لا يوجد تكلف تفاضلية نجمع مجموعة التكلفة كلها من هنا حلالي مجموعة تكلف الموقف الحالي خمسمائة واربين ألف والمقترح ستمائة وخمس وعشين ألف وТакقال نجمع هنا خمسة وتمانين ألف طبعا نجمع الخمسين ألف زيادة الاربين ألف زيادة ت Mick ناقص الخمس وتراتين ألف يدينا الـ خمس وتامنين ألف أجيب صاف الدخل عن طريق الإيرادة اللي فوق ناقص مجموعة اللي هي التكاليف يبقى الإرادة اللي فوق ناقص جمال التكاليف يديني صافي الدخل خمستاشر ده التفاضل بتاع